السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم أيها الأحبة والأخوة في هذه الليلة الطيبة ليلة الخامس عشر من ربيع الأول ألف ورمائة وسبعة وثلاثين هجري ليلة السادس والعشرين من ديسمبر 2015 كنت وضعت صورة لكم على الفيس وقلت لنرى من منكم يستطيع أن يتفرس ويقرأ ما وراء الوجه والذي يستطيع ذلك هو الشخص الذي بينك وبينه ما يسمونه يعني تجاوب الموجي التجاوب الموجي لما تكون أنت وشخص آخر على نفس الموجة تستطيع من هذلك أن تتوافق معه وتشعر به وهذا هو يجب أن يكون حالنا نحن أن نحس ببعضنا البعض أيها الأخوة صحيح أنها حزين البعض فسر نظرة بأنها نظرة حزن أنا حزين من زمان يعني حزين لماذا حزين لعجزي ما يسمى عجز قهر الرجال هذا الذي يحزنني أهلي يقتلون لا أحد يبالي بمن يقتل لا في الغوطة ولا هنا ولا هنا غثاء كغثاء السيل ما أحد يبالي فذلك نعم هناك حزن لكن الذي حصل اليوم الحمد لله اليوم أنا أخذت شحنات عاطفية وعطيت شحنات عاطفية يعني هائلة سبحان الله الذي يشعر بهذه الأشياء يفهم ماذا أقول الإنسان عندما يلمس أخاه هكذا يصافحه أو يعانقه أو ولده هناك شحنات عاطفية تنتقل اليوم الحمد لله كان عندنا كنا مشاركين في مؤتمر في المزيد الكبير والتقينا هناك بأهل العلم وأهل القرآن وممن يحبوننا ونحبهم في الله هذا في الصباح فكانت هناك مشاعر طيبة كثيرة وهذه طبعا المشاعر هذه وانتقالها من جهة يقوي ومن جهة أيضا يضعف أن الجسم لديه أيضا عتب التحمل لحجم الشحنات العاطفية التي يتم انتقالها ثم ذهبنا إلى المسجد والمسجد الحمد لله مسجدي في تيبي هنا كان مليء بالناس والمحبة مسجدنا في تيبي أن أسميه مسجد عش الحب أن فيه نحاول أن يكون هناك الحب هو يعني الذي يجمعنا حب الله ورسوله فينتج عنه حب بيننا بعنا رابطنا الحمد لله كان المسجد ممتلئ يعني تمام الامتلاء وبعد الصلاة أنا سلمت على الكثير ربما مئة شخص وأطفال ووجدت الحب في أعينهم ووجدت السعادة عند الأطفال عندما تعطيهم ذلك الشحنة وتريهم أنك مهتم بهم وتشعر بهم هذه الشحنات كانت عظيمة جدا فأخرجت من هناك فأخذت هذه الصورة الصورة تعبر عن حجم أن الحمل كان ثقيلا حمل الحب والشحنات العاطفية وفي نفس الوقت كلنا هل نستحق مسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه هل نستحق هذا الحب من الناس هذا ندفع لديه ثمن ثمنه أنك يجب أن تكون على قدر هذه المحبة وثمنه أنك تشكر الله سبحانه وتعالى ذلك وثمنه أنك تدفع ثمن الشهرة والرياء وحب النفس والزهو هذه الأمور يعني كلها فهذه كانت حالتي في تلك اللحظة عندما أخذت لكم الصورة كان كنت قد شبعت حبا ومحبة من أهلي ومن ناسي ومن المسلمين بارك الله بهم وبحبهم لله ولرسوله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز بلادنا بالإسلام حقيقة وواقعا وتطبيقا وأن نجعل راة الإسلام عالية خفاقة في بلاد المسلمين وأن تكون نعود كما يريدنا الله رحمة للعالمين برفع راية هذا الدين اللهم آمين اللهم آمين